شركة انفينكس جابت لك ثلاث اجهزة ممكن راح تكون منافسة شرسة داخل الشركات السلام عليكم شباب اياكم ارتضى جليحة وشركة انفينكس اعلنت عن ثلاثة اجهزة الجهاز اللي يهمنا هو النوت 12 والهوت 12 والسمارت 6 انا اللي يهمني النوت 12 هذا الجهاز واحد من الاجهزة اللي اجب تحسينات جدا حلوة شلون هذا الجهاز راح يجيني بشاشة مقاس ستة بوين سبعة فول اجهزة بلاص من نوع اوليد والشاشة جدا حلوة ومعدل التحديث اتوقع تسعين هرتز مخلية للشركة ممكن يجينا بالبرو نسخة البرو يجينا اكثر من هذا او 120 هرتز او اكبر من هاي الشاشة هذا الجهاز راح يجينا بمعالج من ميدياتيك هو جي 88 وهذا المعالج شايفينا على هواي شركات من هالريد 110 اتوقع الرام راح يكون اربعة وستة قيقة حسب الذاكرة اللي تطلبها مع ال 128 ممكن حتى رام حتى ذاكرة 64 هذا الجهاز يجينا كهيكل مصنع اكيد من البلاستيك لكن كشكل حلو جانا من الظهر ثلاث عدسات عدسة بارزة وعدستين اضافية والعدس البازة راح تكون 50 ميجابيكسل والثانية راح تكون 2 ميجابيكسل ونتمنى ال 50 ميجابيكسل تنطي اداء حلو هذا الجهاز بعد ما يجينا ونجربه راح نشوف ال 50 ميجابيكسل راح تنطي اداء جيد بالنسبة للتصوير تصوير الفوتوغراف البوتري تصوير الفيديو اكيد راح تصور 4K ما راح تصورها راح تصور فقط في ال HD هذا الجهاز راح يكون بعدسة امامية 16 ميجابيكسل والغريب الموضوع انه هذا الجهاز يجاني بقطرة ندى يعني الشاشة راح تكون كاملة عدا مو ثقب وانما قطرة ندى للكاميرا الامامية اما بالنسبة للهوت 12 والسمارت فا سيكس راح يجيني بثقب الشاشة الامامية هذا الجهاز راح يجي احنا قلنا بالمعالج قلنا بالذاكرة هذا الجهاز راح يكون ببطارية 5000 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع 33 واط وهذا شي محبب بالنسبة لشركة انفينيكس مع ما انه هذا الجهاز يجينا بنظام الاندرويد 12 يعني اول ما تفتح الجهاز باندرويد 12 فتجي راقي بالنسبة لأحدث الجهاز تجي رأسا اول تحديث يجيك الاندرويد 12 معه واجهة الاكس او اس هو اللي اشرب وانت ستة تقدر تقول احدث واجهة من انفينيكس وتدرون انتم اللي مستخدمين انفينيكس بالفترة الاخيرة تقدر تغير حتى بحركة اليقونات ان كانت افقية وان كانت عمودية وهذا الشي يضيف لك لمسة حلوة بالنسبة للنظام مع ما هو باعلانات لكن اخر تحديثات بدأت تتخفف من الاعلانات الموجودة على هذا الجهاز مع انه هذا الجهاز لم يذكر سعره لكن هو من المتوقع ان يكون اقل من 200 دولار او بحدود 200 دولار لكن بهذا المعالج النوتد 12 اتوقع راح يكون بحدود المية وخمسين او مية وستين دولار او اقل انتم شون رأيكم هذا الجهاز يستحق هذا السعر لو ننتقل للهوت 12 الهوت 12 الجانب شاشة اكبر اللي هي 6.82 لكن اجزي بلاس وهذا الشاشة ما محميه بطبقة حماية غوريلا غلاس مع انه هذا الجهاز يجينا معالج الميديا تيكي جي 85 مع انه هذا الجهاز يجيب 90 هرتز معدل تحديث الشاشة والكاميرات الخلفية راح تكون عدسين فقط وليس ثلاث عدسات راح تكون 13 ميجابيكسل زاد 2 ميجابيكسل هذا الجهاز راح يكون نعم ببطارية 5000 ميلي امبير ويدعم شحن سريع 18 واط بدل 33 واط اللي كانت على النوت 12 اما بالنسبة للسمارت سيكس راح يكون 6.6 توقع الشاشة اللي راح تكون اجدي بلاس احنا ما يهمنا السمارت سيك ولا يهمنا الهوت 12 ممكن بعض الناس يهتم للهوت 12 انا يهمني اكثر شي النوت 12 والنوت 12 البرو البرو بعدني ما شفته ولا شفت مواصفاته لكن النوت 12 اذا اجاني بسعر من 120 دولار الى 160 دولار راح يكون صفقة ممتازة من شركة انفينكس اللي كثير ما يستخدم اجهزة انفينكس انفينكس بالنهاية او بنتيجة اكثر اجهزتها اللي اجتنا بالاخير كانت اجهزة حلوة مصنعيتها حلوة اداء جيد خاصة الانفينكس زيرو اكس حقيقة هذا الجهاز 5 جي نسخة 5 جي عفوا زيرو نسخة 5 جي هذا الجهاز عجبني هذا الجهاز اداء مواصفاته حتى 60 فرايم لان دائما ست تسعمية كانت تسعمية وعشرين فنتأمل انه من انفينكس تطرح انه هواي اجهزة مواصفات حلوة باداء اقوى ليش لانه دائما احنا دائما الشعب العراقي نحب الاجهزة الرخيصة بمواصفات قوية وانتم هم تحبون انا احب وانتم هم تحبون اكيد نهاية الفيديو نتمنى يوصل بسعر مناسب ونجرب ونطل التجربة الشخصية لهذا الجهاز لا تنسى لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة